وليه ربنا أخذنا بزنب سيدنا آدم وطلعنا كلنا من الجنة وخلينا ننزل على الأرض هو سيدنا آدم من البداية ربنا يعلم أنه سيكون في الأرض ولذلك بعض العلماء قالوا إن الجنة المذكورة التي كان فيها آدم موجودة هنا في الدنيا فهو مش خرجنا من جنة النعيم بتاعت الأخرة ده هو خرجنا من جنة كانت موجودة في الدنيا وقالوا إنها كانت موجودة في منطقة الشام اللي هي دلوقتي سوريا وفلسطين ولبنان والأردن وكده لأنها كثيرة الجنان كثيرة الزرع والخضرة والفكهة وهكذا وأنه نزل آدم وحواء فيها ثم خرج منها بإذن الله فهو ما خرجكش من النعيم المقيم اللي فيه خلود يعني إنما خرجك من حاجة أنت كنت فيها هنا وذلك من أجل كمال الابتلاء والاختبار ليه؟ عايز يمتحنك ربنا وعايز تبقى مؤهل لأن الملائكة تسجد لك أنت نفسك الملائكة تسجد لك ولا ما عندكش همة وهكذا لازم يا أولادي يكون عندنا همة لقبول تكريم الله لنا فربنا يريد مننا العبادة وهيدخلنا الجنة أعطينا فرصة كبيرة نضيعها لإيه؟ تفضل هو ليه ربنا سايب الشيطان يوسوس اللي هو يوسوسنا يعني ما هو بيوسوس ويجري العبرة فيك إنت بقى بالطوع ليه؟ أجي السؤال اسأل نفسك كده ربنا جاب لك واحد بيقولك تيجي نعمل الشر ويجري قالوش دعوة مالوة ليس له وعليك سلطان سيادتك بقى عايز تعمل الشر ليه؟ طيب ربنا لو ما كانش فيه حد هيقولك كده فكنت انت من نفسك فقط اللي هتقولي روحك أنا عايز أعمل الشر ونفسك أمر بالسوء ربنا عطا لك فرصة أنك تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فييجي الشيطان يبعد عنك الضرو الباقي باقي عليك إنت القضية كلها فيك إنت إنت عايز تطيع ربنا ولا عايز ما تطيعش ربنا اختيارك إنت بقى فهو خلق الشيطان عشان يديك فرصة إنك تتنبه إنه ده غلط فتستعيز ويبين لك قدرته على إنه هو هيصرف عنك هذا الشيطان ثم يتركك مع نفسك ترجمة نانسي قنقر